الحقيقة أيضاً لازم نتابع معكم مجريات العملية التعليمية وكل يوم فيه جديد ومحاولة مصر أيضاً أنها تحقق فكرة التعليم عن بعد على أعلى مستوى قائم انبارح كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عن الإجراءات والحلول اللي قدمتها الوزارة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية من بداية تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا للحفاظ طبعاً على سلامة وصحة الطلاب وقال كمان أنه بيؤكد على أهمية واستراتيجية التعليم عن بعد من خلال رسالة مصورة وجهها للطلاب مبارح أعلن عن إطلاق منصة إيدي مودو لتحقيق التواصل بين الطلبة والمدارسين واللي بتعتبر طبعاً جزء من منظومة التعليم الجديدة اللي هيتم تطويرها إن شاء الله خلال السنوات القادمة وتبقى عنصر مهم أيضاً في العملية التعليمية هي باختصار شديد حضرتك كطالب وأنت بتحضر الفصل هيبقى عندك ما يسمى بالفصل الزاكي بمعنى أن أنت تقدر اللي بتاخده في المدرسة تاخده في البيت وهو هو من خلال طبعاً الفيديوهات أو الأليات اللي هيتم وضعها وكمان هيتيح لولي الأمر إنه يتابع العملية التعليمية دي ويقيمها وده بالفعل بدأ يتوزع على كل المدارس وكمان قال الوزير إنه فيه أكتر من ثلاثة مليون بدأوا ينتظموا فيه عملية أيضاً زي ما بيقولوا سبسكريبشن أو إنه هو يخشوا على الويبسايت أو التسجيل هل يقول على موقع وانا الحقيقة دخلت عليه ولقيته إنه موقع سهل وبسيط وأي حد ممكن بسهولة جداً يقدر إنه هو يعمل عليه تسجيل وإنه يكون كمان فيه متابعة دائمة وبيديك إنستراكشنز كده أو تعليمات بشكل بسيط جداً 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 تعالوا نشوف كلمة وزير التعليم الله الرحمن الرحيم إحنا قدمنا في الأسابيع الماضية منذ بدء تعليق الدراسة اللي كان في 15 مارس مجموعة من الحلول وعدد كبير من الإجراءات عشان نعرف نتعامل مع فترة انتشار الوباء كورونا وظروف تعليق الدراسة للجمع بين الحفاظ على صحة الولاد طبعاً واستمرار التعلم عشان نحافظ على مستقبل كل الطلاب في المنظومة التعليمية كلها إحنا عشان نفتكر مع بعض قبل ما نتكلم عن موضوعنا النهاردة اللي هو موضوع منصة التواصل اسمها إدمودو إحنا قدمنا لحضراتكو المكتبة الرقامية اللي فيها المراجع اللي بنعتمد عليها علشان نحضر المشروعات وعلشان نذاكر منها بالإضافة لكتب المدرسة وقصرنا المناهج المسؤول عنها الطلاب في جميع المراحل الدراسية لحد ما تم تدريسه فعلاً حتى 15 مارس اللي فات سواء في التعليم العام أو التعليم الفني وقدمنا لحضراتكو المشروعات البحسية لسنوات النقل من 3 ابتدائي إلى 3 أعدادي كبديل عن طريقة الامتحانات في التقييم ونشرناها الأسبوع اللي فات وبنقدم الامتحانات الإلكترونية للأولى وتانية سنوي الامتحانات التجريبية الأولى سنوي شغالة حالياً وهيعقبها في مايو الامتحانات الترم التاني للسنتين أولى وتانية سنوي وقدمنا من عدة أيام كمان منصة البس المباشر للحصص الافتراضية اللي هي الستريمينج أو البس المباشر الموجودة كل يوم في أيام الأسبوع ده بالإضافة للقنوات التعليمية اللي هي موجودة على التلفزيون المصري فدي مجموعة من الخدمات المتنوعة اللي كلها بتصب في أن احنا نساعد الولاد سواء اللي عنده إنترنت أو اللي ما عندهوش إنترنت النهاردة احنا بنقدم منصة إضافية تكملة للبوكي ده من الحلول المنصة دي هتبقى في كل مدرسة في مصر من مدرسنا أقال حكومية عشان الطلاب يتواصلوا مع المعلم في تحت إشراف وليل أمر على فصل افتراضي يوازي الفصل الحقيقي فأنا لو عندي ست فصول بخشهم مع ستة من السادة المعلمين في مدرستي هلاقي أن الفصول دي عندي فصول افتراضية بخش فيها بلاقي زميلي هما هما اللي كانوا معي في الفصل والمعلم بتاعي والإضافة أنه ممكن أولياء الأمور كمان تبقى أعضاء على هذه المنصة والتابع مع ولادها اللي هما بيعملوه طبعا ده كلام سيادة الوزير لكن خلينا أقول لكم جملة لطيفة جدا لما تخش على الموقع وأنا فاتح يمكن قدامي الأول ما تخش هتلاقي جملة جميلة جدا بيقول لك للطالب يعني ارفع ثقتك بنفسك واجعل صوتك مسموعا وعيش معنا أن تكون إنسان محب للتكنولوجيا في مجتمع نابض بالعلم أعتقد رسالة بسيطة ودي تدينا إحنا بقى كمان كطالب مسئولية أو تحط عليها مسئولية إنك لما تكلف بالبحث ما تروحش بقى للمكتبات تضرب لك البحث أو تحاول تغش أو تنقله لأن التجربة دي قدر كبير منها قايم على فكرك أن تطور مهارتك العقلية ومهارتك في جمع المعلومات ويمكن الوزير قال أنت ممكن تشتغل في مجموعة يعني ممكن تبقوا خمس أفراد بحد أقصى تشتغلوا سواء على المشروع البحثي فما تضيعش الفرصة دي لأن انت ممكن بشكل أو بآخر تقدر تاخدك لأفاق تانية جدا هتتعلم وسائل تكنولوجية متعلقة بالعلم الحديث هتقدر أنك تطور مهارتك في الفهم مش فقط تنمية المهارات القائمة على الحفظ هتطور مهارات الفكرة العمل في جماعة وده شيء مهم جدا ومحتاجينه جدا في مصر أعتقد أنها تجربة رائدة هنشوف محضراتكم دلوقتي كمان الموقع على الشاشة هي موقع سهل وبسيط أنا دخلت تصفحت فيه وشفت فيه حاجات يعني بشكل وأسلوب مبسط جدا وهو بيديك التعليمات يعني هيقولك مثلا ما تعملش الحساب بتاعك إلا لما المدرسة بتاعتك هتقولك أو تديك الأرقام اللي هتعبر عن كل طالب الفصل ده زي ما قلنا حضراتكم هيبقى فصل في كل الأدوات في مكان واحد يعني هيبقى فيه مواد أرشفية هيبقى فيه فيديوهات هيبقى فيه مقاطع صوتية هيبقى فيه وسائل بيانية هيتقدر من خلاله توجه رسالة لكل طلاب يعني لو عندك أسايمنت أو تكليف أو كده ممكن تاخده عن طريق موقع كمان باباك وممتك هيقدروا أن هم يشوفوا العملية التعليمية دي وصلة فين فكل ده من خلال وجودك في البيت التجربة دي لو نجحت وإحنا إن شاء الله بنتمنى لها أن هي تنجح ممكن تنقلنا جميعا في المستقبل لمنطقة تانية خالص وأعتقد أنه أي واحد ما حضرش الحاجات دي كان يتمنى أنه على أيامه تبقى موجودة طبعا بشكل كبير إن شاء الله تكون تجربة موفقة ترجمة نانسي قنقر